موسيقى 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 تم تسيس مؤسسة المغرب الأخضر هذا مشروع جمعوي وطني المقصود منه أساسا هو مكافحة صداد تخير المناخ والتنمية المستدامة بشكل عام هذه المؤسسة هي الأول من نوعها على مستوى وطني ولا يكون لها فروع على مستوى الجهات المملكة كاملة بجهة رباط بجهة دار بيضة بجهة مراكز بجهة تقدير بجهة داخل العيون لا يكون عندها تمثليات فروعها موجودة محاليا بكل جهة وهي تخدم تقريبا جميع جميع مواضيع حماية البيئة والتنمية المستدامة تغير المناخ المناخ صداد على التغيرات المناخية ظاهرة التصحر الجفاف الأراضي القاحلة الطاقات المتجددة المياه الزراعة الحديثة حماية حماية الأصناف الحيوانية والنباتية المهددة بالإقراض التحسيس والتربية البيئة على مجتوى الثقافي والمجتوى الاجتماعي والمجتوى الاقتصادي ومجمع بنك معلومات على مستوى المغرب بصيفة عامة المغرب متقدم في هذا المجال ومتبني تقريبا التشريعات الدولية لحماية البيئة ونحن إن شاء الله ينعموا هذه التشريعات المسادقة وينزلوها إن شاء الله وينفدوها للأرض وينحثوا جميع الناس وجميع القطاعات باش تحترمها وباش تنفدها على عرض الواقع كذلك المغرب كيف ما تعرفوا راو الصداف قمت تغيرات المناخية في مراكش وراه متطور حتى 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 على الكثير من الدول في هذا المجال ومستقبله وحاليا بادي المجهود كبير موضوع حماية البيئة والتنمية المستدامة هو موضوع الساعة اليوم وهو موضوع المستقبل ليس فقط على مستوى المجتمع المدني وإنما على مستوى السياسات العمومية السياسات العمومية في المغرب كاملة متبنية هذا المشروع التنمية المستدامة جميع البزارات وخلق الكثير من المحاطات الطاقات الريحية والطاقات الشمسية مشاريع عملاغة كذلك خلق كثير من محاطات تحليل مياه البحر وعملية التدبير المياه في المدن والرياب وفي الأراضي معزولة نتمنى على أن هذا المشروع يلقى نجاح ونتمنى على أن الناس تتمنى مشروعنا وطنياً وتنخرط به وتعاوننا وتساعدنا ونتمنى الخير للمغرب وإن شاء الله وكاملين يلابذلنا مجهود لينحقوا هذه التنمية المستدامة للماليك يتكلم عنها دائماً خطاباته الرسمية وشكراً